اهلا بكم من جديد اذا معدلات تضخم غير مسبوقة توقعات بركود اقتصادي كبير ازمات ضربت اقتصاديات العالم وتسير به الى انخفاضات متسارعة في المؤشرات الاقتصادية من كورونا الى الازمة الروسية الاوكرانية اقتصاديات العالم لازالت تعاني نناقش هذه التطورات في المشهد الاقتصادي العالمي وسط توقعات بركود اقتصادي ضخم مع ضيفنا عبر سكايب الاستاذ محمد انيس الخبيل الاقتصادي بعد التحية لك استاذ محمد اذا نبدأ بتصريح لكبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي كامن راينهارت ابدأت تشككها في قدرة الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي يمكن على تفادي الركود مع تصارع طبعا التضخم والارتفاعات الحادة في معدلات الفائدة وطبط النمو في الصين ما رأيك في هذا التصريح؟ هل يعتبر وقاعي؟ مساء الخير يا سيد شادي مساء الخير يا سيد الرحام ومساء حضرتكم وعلى كل سيدة المشاهدين الحقيقة حضرتك اختصرت الامر في مقدمة جميلة ومختصرة ومفيدة لكن الحقيقة دعنا اقول لك الارقام كان قادمة الربع الاخير في الولايات المتحدة الامريكية الربع الاخير من عام 2021 كان فيه معدل نمو بـ 5.6 الربع الاول بتاع 2022 يعني حتى 30 مارس ظهر من يومين الارقام بتقول ان فيه انكماش بـ 1.6 يعني بعد ما كان فيه نمو ايجابي بـ 5.6 بقى فيه انكماش للاقصات بـ 1.6 ولو نفتكر هنلاقي ان بداية حرب اوكرانيا او الحرب الرسية في اوكرانيا كانت مع نهاية شهر فقط يعني ده الربع اللي حصل فيه تأثير مباشر ناتج عن هذه الازم لو حضرتك بصيت بقى على اوروبا هتلاقي نفس الامر من غير مدوش السادة المواطنين يعني او المشاهدين بأرقام لكن الحالة عبارة عن تحول من نمو الى تحول الى انكماش يعني الاقتصاد حجمه بيصغر بدل ما يبدأ يتمسع وياه فالحقيقة ده ده الواقع وده له تأثيرات ضخمة جدا على الاقتصاد العالمي لانه مدفوع بالتدخم مش بس الازمة بتاعت اوكرانيا لكن كمان معدلات التدخم مرتفعة للغاية 8 و 6 من 10 في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك 8 و 6 من 10 في اليورو زون مطاة اليورو في اوروبا وبالتالي هذا الانكماش يعني عبارة عن انكماش تدخمي ففي ارتفاع للأسعار وفي صغر في حجم الأقصاد ايوه يمكن كمان يعني البعض بيرى استاذ محمد انه الازمة لم تبدأ فقط بكورونا حتى ولكنها بدأت بالحرب التجارية التي وقعت بين الولايات المتحدة والصين يعني كانت هديها اولى الازمات تلاتها طبعا ازمة كورونا ثم وصلنا الى الازمة الروسية الاوكرانية والله طبعا كلام حضرتك سليم لكن فيه فيه ازمات مصنوعة او يعني الساسة هم الواخدين هذا القرار وفيه ازمات جاد فوق دماغي الجميع الصناع القرار والمواطنين العاديين هل تعتبر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي ازمة مصنوعة بالتأكيد يعني هي اداة حاولة الولايات المتحدة استخدامها ضد الصين لتقليل حجم والصين وتقليل حجم المكاسب الاقتصادية والاقتصاد الصيني عبر التجارة مع الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي المفروض أن المتخذ القرار السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية لما ياخد هذا القرار بزيادة العباء الجمهورية على الولايات المتحدة على الصين بيبقى واخد باله من التأثيرات السلبية على الالقصاد الامريكي لكن لما كلنا نتفاجئ غير مرتبة. يعني غير مصنوعة من متخذ القرار. كانت ترتبها كالآتي وجاية على ثلاث سنين متتالية. 2020 أزمة كورونا. يعني المقاسر اللي احنا عشناها فيها. و2021 أزمة التضخم اللي نتجه عن سوء حلول كورورة في أمريكا. ثم 2022 أزمة الحرب الكورونا. دي المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي. إن احنا ما احناش بنواجه أزمة واحدة. وما احنا بنواجه أزمة حلها في إيد صناع القرار أو السياسيين. لكن احنا بنواجه ثلاث أزمات متتالية في ثلاث أعوام متتالية تبعتهم شديدة المأساوية على الدول النمية قبل الدول الكبيرة. وإن كان التضخم كمشكلة هو بالتأكيد مشكلة عامة. وتأثيرها معكوص. تأثيرها على الدول الكبيرة أكتر أو أكبر أو أوسع انتشارا من الدول النمية. طيب. يعني فكرة حل مشاكل العالم الاقتصادية بمعزل يعني عن روسيا والصين. هل هي ممكنة يعني هل يمكن إقصاء دولة مثل روسيا أو الصين. يعني ديمتري بسكوب هو المتحدد طبعا الرسمي للرئاسة الروسية أكد استحالت حل مشاكل الاقتصاد العالمي بمعزل عن روسيا في مجموعة العشرين على سبيل المثال. هل بالفعل يسعى الغرب إلى ذلك؟ يعني خلق الاقتصاد لا توجد به روسيا ومستقبلا الصين؟ السؤال الجميل طبعا. طيب شوف حضرتك. هو في حزم من العقوبات الاقتصادية تم فرضها من قبل الدول الغربية على روسيا. وفي مواجهة مرتقبة. بيتم التجهيز إليها مواجهة اقتصادية وشاملة. مواجهة على المساوط الجيل السراتيجي. ما بين الغرب من ناحية وما بين الصين. ده احنا قادمين عليه في السنين القادمة. المرخص كالآتي. ان اولا الاقتصاد الروس هيتأثر بشدة بهذا الامر. ايوان. وهيتأثر بشكل مستدام. لان بيتم دلوقتي عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي. وده يبقى له تأثير شديد لان روسيا بتعتمد في اقتصادها على تصدير بعد الواد. او عزل روسيا عن الاقتصاد الغربي. بالاساس استاذ محمد لان الاقتصاد العالمي يوجد به الصين الهند دول اخرى تريد التعامل مع روسيا اقتصاديا طبعا. صحيح. وده المنفذ اللي كنت اقوله لخضرطان. ان الغرب بيسعى الى عزل روسيا على الاقتصاد العالمي. بينما هتحاول روسيا ان هي تزيد يعني روابطها الاقتصادية مع باقي الدول التي ليست تحت الصدوة الكاملة للآليات المالية والأدوات المالية المسيطرة عليها من الدول الغربية. اذا فهيبقى فيه تأثير صحيح مستدام على الاقتصاد الروسي. لكن في نفس الوقت الدول الغربية والولايات المتحدة الدول الغربية هم بيرهموا على قدرتهم على السيطرة على الأدوات المالية والاقتصاديات العالمية. يعني نظام سوفت يعني الأسواء المالية العالمية. يعني المؤسسات المالية الدولية. يعني هم كأسواء كبيرة في أوروبا وأمريكا. هم بيستخدموا هذه الأدوات الآن في هذه المعركة. هيبقى فيه مخاطرة. ألا وهي ان ده هيزيد بشكل إجباري الروابط ما بين الشق الآخر من العالم. ما بين روسيا. ما بين زي محربي ذكرت. ما بين الصين. ما بين الهند. دول البريكس على سبيل المثال يا أستاذ محمد يعني. صحيح. صحيح. حتى استخدام الدولار كسلاح الآن. وهو في الأساس مفروض أنه عملة الاحتياط النقدي. ده بيزيد من مخاطر ظهور عملات أخرى. عملات دولية أخرى فيه. كتتحول إلى منافس له. يعني كعملة الاحتياطي دولي. زي اليوان اليوان الصيني. وما بيجهزه نحصهم لده. زي ما بريكس علانت عن أنها ممكن تعمل عملة موحدة لها. زي منطقة اليورو. دي بكل لها تغيرات. وهنا نقطة مهمة. والسؤال ده مهم. يعني العالم هو ليس الغرب فقط. أستاذ محمد. يعني مخارج لروسيا. يعني البعض يرى أن هذه العقوبات طبعا أوجعت الاقتصاد الروسي بشكل كبير للغاية. ولكنها لم تنهيه. لم تتسبب في انهياره. الروبل يعني استعاد قويته يمكن أكبر من التي كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية. روسيا هي اقتصاد. وإن كان ليس بكبر الاقتصادات الغربية. ولكن الاقتصاد لا يمكن انهاءه يعني. الصحيح. لأن. خذ بالحضرتك. أن حجم الاحتياطيات من الموارد الطبيعية ومن المواد الخام في روسيا ضخم للغاية. هي عندها كافة أنواع المعادن. سواء كانت الصناعية أو النفيسة. هي تاني منتج للدهب في العالم. عندها كل المعادن الصناعية. وعندها النفط والغاز. وبالتالي هذه العقوبات بتأثر على معدل النمو. ممكن تؤدي إلى انكماش. لكن الأصور السابتة للاتصاد. بالإضافة لقدراته التصناعية بتبقى متوفرة وتبقى موجودة. وبالتالي يقدر أنه يعتمد حتى على الاقتصاد المحلي. أو يجد يحاول إيجاد أسوأ أخرى. وهنا السؤال اللي كنت أقول لحضرتك عليه. اللي الناس كنت أسأل نفسها عليه. أو تسأله. هل إحنا مقبلون على تغيير لنظام الدولي. سواء كان اقتصاديا أو سياسيا. أنا عندي اعتقاد أن إحنا لسنا مقبلين على تغيير شامل للنظام الدولي. ولكن إحنا مقبلين على تغييرات جوهرية في النظام الدولي. زي إيه التغييرات الجوهرية؟ تمام. يعني الولايات المتحدة وأوروبا لن تختفي كاركة قوة عظمية. لكن نسبة تأثيرها في المعدلة السياسية والاقتصادية ستختلفها تأقل. تغييرات زي إيه؟ يعني هيبقى في عملات أخرى هيبقى لها تأثير أكبر على التجارة الدولية. وده واضح أنه هيبدأ في الظهور وهيتصاعد. ده في حد ذاته تحدي للنظام المالي العالمي. الآن المرتكن ومرتكز على الدولار كعملة احتياط نقضي. وده مش وليد اللحظة. لكن هو بيظهر ويتضخم في الأزمات. يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن في آخر 10-15 سنة في انخفاض في معدل الدولار كعملة احتياط نقضي دولي بحوالي 10%. يعني نسبته قلت من 70% في البنوك المركزية الدولية إلى نسبة 60% دا. وبالتالي فيه تراكم لهذا الأمر وفيه تخوف دولي من البنوك المركزية من استمرار الاعتماد على الدولار فقط. هيظل الدولار هو عملة رئيسية لكن نسبته بتقل. أيضا الأنظمة المالية. احنا دلوقتي بدأنا نشوف أن فيه أنظمة تبقى متاحة منظرة أو موازية لسويفت. لن تتمكن هذه الأنظمة من تخطي نظام سويفت. إذا ظل نظام سويفت هو نظام المالي الرئيسي للتحولات المالية لكن هيبقى فيه بدائن. هنا هيبقى فيه معادلة مختلفة في التوازنات الاقتصادية والسياسية والجيرو السراتيجية المرتكنة على الشؤون الاقتصادية. وأيضا الأمور المتبطة بالأسواء يعني دولة كل دول العالم بما فيها الغرب نفسه والصين من ناحية الأخرى بدأ ينظر لأفريقيا نظرة مختلفة. يعني هنلاقي فيه في اجتماع الجي سيفن الأخير الجي سيفن ده كان جي إيد بالمناسبة يعني كان مجموعة التسقف أمانية وهم استخدموا منها روسيا فبقى الجي سيفن مجموعة السابعة الكبار الجي سيفن يعني وجه مبادرة لأفريقيا بستمائة مليار دولار هذه المبادرة هدفها ببساطة محاولة اللحاق بالصين في سيطرتها على أفريقيا الصين بتشغل في أفريقيا بقى عشر خمس تاشر سنة بتندهم بالقرود وبتبني مشروعات بنية تحتية هناك وبالتالي بدأ يجب فيه تخوف أن تتحول للقارة الإفريقية وأرجو أن الناس تأخذ بالها من تقرير لقصود يعني للقارة الصينية يعني مسيطرة عليها من الصين وبالتالي بيحاول الغرب النواء يلحق في الصين في هذه الأرض المعركة الجديدة اللي هي القارة الإفريقية عشان هذه القارة مليئة بالمواد الخام وهي سوء جديد سوء جديد كبير ومهم حضرتك أن القارة الإفريقية ستكون هي القارة الأعلى معدل نمو في السكان على مستوى العالم الـ 20 سنة القادمة وهي سوء كبير واعد ولدي الكثير من المواد الخام يعني عنده قدرة على الإنتاج وعنده قدرة على الاستهلاك فدي كلها متغيرات ستأثر على المشهد الاقتصادي والسياسي والجيوستراتيجي 15 سنة قاية طيب يعني بو نسبة الحديث عن مجموعة السابع نتكلم عن مجموعة العشرين برأيك ما الذي سيحدث يعني أو يعني كيفية التعامل مع روسيا روسيا هي يعني صاحبة فكرة إنشاء منطقة مالية أو يعني عملة جديدة مجموعة البريكزيت أظن أن هذا الاقتراح يتم دراسته لكن يعني تفعيله ليس بالأمر الهيئ لأن فيه تباينات واختلافات كبيرة جدا ما بين هذه الدول ممكن يتم فيه تنسيق مالي واقتصادي لكن الوصول إلى مرحلة عملة موحدة دي مسألة صعبة للفاية يعني أوروبا بكل إمكانياتها اشتغلت عليها حوالي 15-20 سنة حتى تستطيع أن تصل إلى عملة واخد بال حضرتك هنا بقى فيه تباينات وهنا فيه تنافسات حتى داخل المعسكر الواحدة مش من مصلحة الصين مثلا أن يظهر عملة موحدة للبريكس فالصين هتعطل البريكس أن هي تنفذ عملة موحدة عشان خطرها مش عايزة حد ينفس اليوان كعملة صاعدة مركزية جديدة وبالتالي هنا فيه تباينات بتظهر في هذه الأمور أظن أن يعني هيظل اليوان هو العملة الأكثر يعني احتمالية أن هي تنفس الدولار الأمريكي في عملة احتياطي مركزي وأظن أيضا أن سريعا جدا ممكن العام القادم أو العام التالي له هيرد المركز الأوروبي والفدراري الأمريكي على تهديد اليوان الصيني بإصدار حاجة اسمها العملة الإلكترونية يعني هيبقى فيه ديجيتال يورو وديجيتال دولار ده دي الأداة فيما أعتقد يهتبع الأداة اللي هيحاول بها الولايات المتحدة الأمريكية ومركز الأوروبي تقليل السلبيات النتجة عن تهديد اليوان الصيني اللهم كعملات مركزية رئيسية لأن الدولار زائد ابن عمه اليورو هما الاثنين مع بعض يساوي 80% من عملات الاحتياط المركزي العالم طيب يعني لو كلمنا عن سلاسل الإمداد والتوريد يا أستاذ محمد يعني البعض بيرى أنه أول هذه السلسلة هي طبعا المواد الأولية ومن أين تأتي المواد الأولية تأتي من روسيا يعني في معظم الأحوال وآخر هذه السلاسل طبعا القيمة المضافة التي تضيفها الصين الآن روسيا عليها عقوبات والصين عندها إغلاق لأن كورونا منتشر هناك برأيك ما الذي سيحدث لسلاسل الإمداد والتوريد في الفترة القادمة برضو السؤال مهم وعظيم جدا فيما يخص السلاسل الإمداد والتوريد هذه أداة يعني وممكن نسبها مصدومة من الكلام ذا هذه أداة بيتم استخدامها في الحرب التجارية لأن في خطوط ملاحية علمية وهذه الخطوط الملاحية بعضها مسيطرة عليها من بعض الدول وبالتالي تأخير سلاسل الإمداد عن دولة ما أو أنها تيجي من دولة ما وتقليل من مصداقية هذه الدولة كمنتق خلينا أقولها بشكل أكثر وضوحة لما يبقى فيه تعصر من سلاسل الإمداد والتوريد اللي جايوا من الصين مثلا ده معناه أن الشركات الغربية اللي بسيطرة على الخطوط الملاحية اللي بتعمل ما بين الصين وما بين أوروبا والغرب بتحاول توصل رسائل معينة سياسية أن الاستثمار في الصين الآن قد يكون غير مجدي لأن حتى لو بتنتج هناك بسعر أرخص فأنت مشابه عندك قدرة أن أنت توصل المنتج بتاعك للأسواق الأساسية بتاعتك اللي هي أوروبا وأمريكا في التوقعات السليمة إذن هتحقق خسائر برضو حتى لو أنت بتنتج في الصين تكلفة أقل هنا مسج المشهد السياسي مع الاقتصادي هو الوحيد الأداء اللي تخليك تفهم المشهد بشكل نعام ولكن يبدو أن المشهد السياسي البعض يرى بيدر بالمشهد الاقتصادي يعني هذه العقوبات التي تفرض على روسيا وهي عقوبات متزايدة وحزم متتالية البعض يرى أن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال كمن يطلق الرصاص على قدمه يعني الولايات المتحدة هي طبعا متأثرة أيضا بهذه العقوبات ولكن ليس بالقدر الذي تتأثر به دول أوروبا يعني هناك الغاز، هناك إمدادات الغداء، الحبوب يعني هي تعتمد كثيرا على روسيا فيعني من صاحب النفس الطويل من وجهة نظرك أستاذ محمد يعني من الذي سيسلم أولا في هذه اللعبة السياسية التي تضر بالاقتصاد الغربي الذي فرض هذه العقوبات صحيح أوروبا عندها مشكلتين دلوقتي أو مشكلتين هيكلتين، هيكلتين الزهروا في هذه الأزمة المشكلة الأولى أنهم ما كانوش بيخزنوا المواد الغذائية وكانوا بيعتمدوا على أنهم سيولتهم حضرة والأسواق قريبة منهم يعني هو بيجيب من أوكرانيا وبيجيب من روسيا وبيجيب احتياجاته من دول قريبة فبالتالي لم يخزنوا أي سلع ولا أي وقود لأنه الإمدادات على طول متدفق صحيح والمشكلة الثانية أن معظم الوقود اللي كان بيجي من عندهم كان بيجي من روسيا لما تحط هزام المعطائيان دلوقتي على التربيزة هتلاقي أنه فورا عنده أزمة في هذا الأمر في الطاقة وفي الغذائل ده بالمناسبة عكس اللي بتعمله مصر لأن المايند سيت بتاعنا الطريق التفكيرنا كانت مختلفة إحنا دايما كنا بنخزن عشان مش ضمنين قادم الأيام ممكن يحصل فيها فأوروبا متأثرة بشدة أيوة وستظل أوروبا متأثرة إلى أن تصل إلى اتفاق تسوية مع روسيا وهنا صعب جدا أن حد في هذه المعركة هيخرج كسبان يعني مكسب صاحق على الطرف الأخر سواء كان الغربة وأوروبا من ناحية وروسيا من ناحية الاثنين هيطلعوا خسرانين على المستوى الاقتصادي الاثنين هيطلعوا خسرانين خسائر كبيرة ومستدامة وبالتالي ده هيعزز فرصة أن يحصل توافق ما لاحقا ليه؟ مش بس عشان أسواب اللي أنا زكريتان حضرتك دي عشان برضو سبب آخر رغم أن ده ممكن يبقى عكس المعلن الآن دلوقتي اللي معلن أمام الناس أنه بيتم محاولة إيقاف اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وبيقول أنهما مع نهاية 2022 مش عايزين ياخدوا أي غاز من روسيا أنا بقول لحضرتك أمر مختلف الأمر مختلف ده هو أن أفضل مورد لأوروبا هو روسيا للغاز وأفضل مشتري للغاز روسي هو أيضا أوروبا صحيح الغاز قريب من من أوروبا وبيعيد حدود مشتركة صحيح وده هيعزز فكرة أن بعد ما يصلوا إلى اتفاق كلام ده ممكن يتم بعد دلات أربع خمس سنوان لكن بعد ما يصلوا إلى اتفاق هيبقى فيه مد جديد للغاز الروسي لكن بنسب أقل مما قبل الحرب لأن هنا أمريكا ستتدخل لأنها مش هتحاول تدي سطوة سياسية تاني لروسيا على أوروبا في موضوع الغاز لكن هيحاولوا أن هما يجدوا منفذ للروس للتصدير الغاز بتاحهم إلى أوروبا حتى لا يبقوا بالروس بالكامل في المعسكر الصيني فما ننساش أن فيه مواجهة حقيقية هتحصل ما بين روسيا ما بين الصين من ناحية والمجرات المتحدة الأمريكية من ناحية الروس هو البعض يرى طبعا أن هذه المواجهة بدأت بالفعل طيب لما نيجي نتكلم عن هذا التحالف يعني الروسي الصيني يعني أستاذ محمد البعض يرى أي نتكلم عن التحالف الروسي الصيني الموجود الآن أعيد أسألك في هذه النقطة يعني الصين طبعا يعني متحلفة بشكل أو بآخر مع روسيا ولكن مصالحها في الولايات المتحدة وفي أوروبا تبلغ تريليونات الدولارات هل يعني ما وضع الصين يعني هل تقدر أنها ضحي بطرف يعني وتستغنى عن الآخر أم هذا صعب للغاية وكيف يعني تزن الصين هذه المعادلة الصين كويس أو الصين واخدى بلها من أن والكلام ده على فكرة موجود في محاضر الاجتماعات الحديثة للمكتب السياسي الصيني الصين بتقول أن إحنا قدرنا نخرج 800 مليون صيني من حالة الفقر عبر العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعبر التصنيع والتصدير الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وبالتالي هم مش عايزين يخطروا بالعلاقة بقطيعة ومواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت عايزين يعززوا العلاقة مع الروس بحيث أن هي يعني يبقى فيها مكاسب أكبر للطرفين دون ما يبقى فيها قطيع شاملة وتامة مع المولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هنا في لعبة توازن لعبة توازن بتلعبها الصين وهنا في نقطة وفي رقم اقتصادي مهم أن احنا نقوله للناس في حاجة اسمها حجم انكشاف الاقتصاد يعني بمعنى حجم تأثير دولة على اقتصاد آخر بمعنى أي برضو؟ أن حجم انكشاف الابتصاد الروسي على الولايات المتحدة الأمريكية 5% يعني حجم تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على الابتصاد الروسي بشكل مباشر هي 5% فقط بينما حجم تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على الابتصاد الصيني 45% لأن الاستثمارات الأمريكية فيه الصين كبيرة وضخمة للغاية إذن فهنا الصين بتلعب لعبة معدلة بتحاول تحافظها على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتاخد أكبر المكاسب الممكنة لها على المشهد الإقليمي والدولي دون مواجهة مباشرة وقطيعة مع المناطق المتحدة الأمريكية لأن هذا يبقى له خسائر إقتصادية ضخمة وهنا نحب أن نقول ونوضح للناس إذا ما يحصل هذا صراع الأفيال الدول النمية هي بتكون الأكثر تأثراً مع الأسف بهذا الصراع وبالتالي هنا الصين واخد بالها من المعادلة واخد بالها أن هي لازم تحافظ على سوق الأمريكي كسوق مستورد للمنتجات الصينية قادرة المستطاع وده بيخفف من حدة المواجهة أو يعني من حدة المواجهة القادمة بحيث أن في النهاية لازم يحصل توافق ما عند نقطة معينة لأن المواجهة الشاملة هيبقى فيها تدمير لجميع الأطراف وهنا بيظهر مكسب أن يكون في تشابكات اقتصادية وسياسية ما بين الدول لأن هذه الأمور التي تحد من تصعيد الأزمات القطيعة التامة هي اللي ممكن تؤدي إلى تصعيد الشامل لكن لما بيبقى فيه ترابطات وبيبقى فيه ترابطات اقتصادية وعلاقات تجارية وخلافه ده بيحد من قدرة الدول على تصعيد نظر لأن الخسائر بتبقى للجميع مش لطرف واحد فضل صحيح طيب ننتقل إلى الإجراءات الاستباقية اللي اتخذتها مصر يعني مكنتها طبعا من تخفيف حدة هذه الأزمات المشاريع الموجودة دلوقتي اللي بتهدف إلى الاكتفاء الذاتي من مجموعة من المحاصيل الزراعية وتوفير أمن غدائي قومي يعني أهمية هذه الإجراءات اللي تتخذها مصر يعني يا أستاذ محمد خصوصا أنه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أتبت تماما خلال الأزمات السابقة أنه هو اقتصاد مرن أنه يقدر يستطيع أنه يتعامل مع الأزمات المتتالية كيف ترى هذه الإجراءات الاستباقية اللي تتخذها مصر الآن؟ طيب أنا أهدأ من نقطة البرنامج الإصلاح الاقتصادي وهقول تاني زي ما كنت بقول من سنتين أيام مع بداية أزمة كورونا للا قدر الله لو كانت جات علينا أزمة كورونا والأزمتين اللي ترتبوا بعد كورونا لاحقا التضخم وأزمة أوكرانيا لا قدر الله لو كانت جات علينا الأزمات دي من غير برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي كنا بدأناها مع نهاية 2017 مع نهاية 2016 لمدة ثلاث سنوات كان سيبقى وضعنا مأساوي للغاية لأن إحنا ما كناش هنستحمل أبدا كل هذه الأزمات وكل هذه المشاكل وبالتالي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دي أولا ثانيا حجم المشاريع البنية التحتية اللي تم تنفيذها في المرحلة السابقة طول السبع تمن سنوات وهنا عايزة أوضح نقطة إن فيه حاجة لما اقتصاد معين بيعمل معدل نمو عالي بيبقى فيه حاجة اسمها يعني صانعة النمو أو يعني الأنشطة الصانعة للنمو الأنشطة الصانعة للنمو الاقتصادي المسجد طول السبع تمن سنوات كانت بشكل رئيسي هو هذه المشروعات الضخمة والاستثمار العام صحيح استوعبت ملايين من العمالة يعني طبعا طبعا وبالتالي لو ما كانش فيه هذه المشروعات أنا بوضح للناس لو ما كانش فيه هذه المشروعات ما كانش هيبقى فيه هذا المعدل النمو الأقتصادي الضخمة والكبير على مدار السبع تمن سنوات الماضية ثم ييجي هنا الفكرة والاستراتيجية بتاعتنا إن احنا محتاجين نعدل أو نحتفظ باحتياطيات للمواد الجزائية بشكل كبير بحيث إن لو حصلت أي أزمة معينة يبقى عندنا الاحتياطيات بتاعت ما كناش عارفين إيه هي ممكن الأزمة اللي تؤدي الأمر مثل ذلك ظهرت الأزمة الأوكرانية ووضحت أهمية مشروع الصوامع وتخزين الغلال والحبوب على مدار السنوات سياسة التحوط اللي اتخذتها مصر فيما يتعلق بتأمين هذه السلع الغدائية صحيح بالضبط كده وبالتالي فيه مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها بشكل متتالي ليس فقط أو ليس في لحظة مواجهة الأزمة لأن قوة الاستراتيجيات وقوة الدول بتبان لما تحصل الأزمة أنك تكون مجاحس نفسك للسيناريوات بتاعتها فلو إحنا كنا انتظرنا الأزمة عشان نبدأ نخزن ما هو السوق ما عادش فيه سوق العالمي يعني ما عادش فيه فائد عشان تبدأ تخزن أو أنت مش سهل عليك أن تبني الصوامع في لحظتنا لكن إحنا بنبني هذا مشروع الصوامع بأننا 7-8 سنوات أيضا خد بالحضرتك في موضوع فيما يخص الرقعة الزراعية يعني إحنا السنة دي مثلا في الموسم الزراعي السنة دي قدرنا نزرع 450 ألف فدان جودات بالأمح طب قدرنا نزرعهم في اللحظة دي لأن ببساطة إحنا بنستصلح فيهم بأننا 3-4 سنوات فلما كناش بدأنا ده من بضعة سنوات كنا لحظة الأزمة كان يبقى ما عندناش قدر على تنفيذ ده بشكل لحظة ولما نستكمل الأمر ده في خلال سنتين ثلاثة أرجين إن شاء الله العدد ده 54 ألف فدان يزيله لمليون أو مليون ومص فدان فهنا اللي عايز أوضحه إن إحنا بشكل عام بعيدا عن الأزمات السيئة الغير متوقعة المتتالية ثلاث أزمات اللي وراء بعض الوقت اللي إحنا وجهناه في ثلاث سنين ماضية فإحنا عندنا استراتيجية يعني حطناها على التراويزة وبدأنا تنفيذها هي اللي هتنقل الوقص المصري رغم هذه الأزمات مع مرور الوقت من مرحلة إلى مرحلة الوفا لكن هنا في وقت التنفيذ ده ولازم يعني كلنا نبقى مع بعض واخدين بالنا إن الأمور بتاخد وقت يعني مش عايزة بدي أمثلة دولية بس يعني كوريا الجنوبية مثلا ما بقتش من إلى في خمس سنين ولا عشر سنين المسألة خادت وقت أطول من كده صحيح المسألة بتبقى متدرجة لكن عايزة أقول إن المسألة بتحتاج وقت عشان خاطر يبدأ يبقى فيه مرضوط اقتصادي مباشر على جميع فئات المجتمع يمكن صندوق النقد الدولي في أحدى التقاريره بلغت تقديراته لنمو الاقتصاد المصري 5.6 من 10 في المية في العام المالي الجاري 2021-2022 وده تجاوز تقديرات البنك الدولي بنسبة فاصل 1 في المية مصر من الدول الأوليلة اللي ما زالت تحقق هذه المعدلات من النمو ويمكن هذا يعني اللي ذكرته يا أستاذ محمد هو الذي أدى إلى هذه التقديرات من صندوق النقد الدولي أنا آسف يا أستاذ شديد أنا مستمع سؤال خضرتك يعني كنت بكلم حضرتك عن صندوق النقد الدولي اللي في أحدث يعني تقاريره بلغت تقديراته لنمو الاقتصاد المصري حوالي 5.6 من 10 في المية خلال العام الجاري 2021-2022 وده تجاوز تقديرات البنك الدولي لنمو الاقتصاد بحوالي فاصل 1 في المية مصر من الدول الأوليلة اللي حققت هذا المعدل طبقا لأحدى التقارير صندوق النقد الدولي يمكن هذا كان نتيجة لكل هذه الأسباب اللي ذكرناها مع بعض دلوقتي طيب حضرتك بتسأل عن المعدل لنمو الاقتصاد المتوقع في 2023 يعني اللي قاله صندوق النقد الدولي في تقديراته قال أنه يعني بلغت التقديرات لنمو الاقتصاد حوالي 5.6 من 10 في المية خلال عام 2021-2022 يعني أنا أسف حضرتك مستمعنا كويس لا أنا أسف فعلا مستمعنا خالص طيب سمعنا دلوقتي أستاذ محمد ولا لا أستاذ محمد هل ما زلت معنا طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بيه الأستاذ محمد أنيس ولكن على كل حال حوار ثاري وبنشكرك عليه كنت معنا عبر سكايب الأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي إذن 3 يوليو لحظة بالتأكيد فارقة في التاريخ المصري الحوار القادم ريهام السهلي تتحدث مع الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذ فريدة الشباشي تتحدث معنا وحديث الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر